ومنه قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والفتنة هنا أيضا بمعنى الكفر أو بمعنى الشرك فالكفر فتنة والشرك فتنة وانتبه معي والأموال والأولاد فتنة كما قال الله تعالى وأنا أبين لحضراتكم معنى الفتنة في القرآن قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي محط ابتلاء وامتحان واختبار إنما أموالكم وأولادكم فتنة بل والشر فتنة والخير فتنة قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة بل والابتلاءات والمحن والمصائب فتنة محط ابتلاء واختبار من يصبر ومن الذي سيجزع ويشكر الخالق للمخلوق ويشكر رحيم للذي لا يرحم ويشكر رزاق للذي يرزق ولا يرزق فتنة قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يتعرضون للمحن والابتلاءات والمصائب والاختبارات لنميز بين الصادق والكاذب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن أي امتحن وابتلينا واختبرنا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا تتصور أن الله جل وعلا لا يعلم الصادقين من الكاذبين إلا بعد أن تقع الفتنة والمحنة والمصيبة فالله جل جلاله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وإنما تأتي المحن والمصائب والفتن والابتلاءات على الصف ليميز الله عز وجل الصادقين وليظهر الصادقين وليظهر أيضا المنافقين للمؤمنين لأن الفتنة تأتي لتمحص الصفوف ولتصفي الصفوف فلا يبقى على الطريق إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وصح إيمانه وصدق يقينه مع ربه تبارك وتعالى أما المنافق بعد المحنة ينكس على عقبيه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن تأتي المحن والمصائب والفتن والابتلاءات ليميز الله المؤمنين ويظهر المنافقين ثم وانتبه لهذه الثانية ويا لها والله من عظيمة يا لها من لطيفة عظيمة أقول ثم ليحاسب الله جل وعلا خلقه وعباده بمقتضى ما يصدر عنهم ومنهم من أقوال وأفعال لا بمقتضى سابق علمه فيهم وهذا كمال عدله وتمام فضله هل انتبهتم إليها والله إنها لغالية تأتي المحن ليبرذ تصرف المؤمن من تصرف المنافق فالمؤمن لا تزيده المحن إلا ثباته ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا هو المؤمن مع الفتن مع المحن مع الابتلاءات مع الاختبارات أما المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لا تزيدهم المحن إلا نفاقا وإعراضا وصدا عن سبيل الله تبارك وتعالى إذن الشر والخير فتنة الابتلاءات والمحن والمصائب فتنة بل كل الناس كل الناس مع بعضهم البعض في معترك هذه الحياة في فتنة قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فأنت هنا في محط ابتلاء وفي دار اختبار وفي دار امتحان قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا ليبلوكم أيكم أحسن عمله وخلي بالك من اللفظ القرآنية البديعة لم يقل جل وعلا ليبلوكم أيكم أكثر عمله وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عمله هذه هي الفتن أيها الأفاضل لغة واصطلاحا بإجاز شديد جدا تعال معي لنقف على خطر الفتن وأنواع الفتن وأقسامها وكثرتها أقول الفتن خطيرة لسببين الأول لأن الفتن تعرض على القلوب لا على الأبصار والأذن فقط ثم لكثرت الفتن في هذا الزمان بل وفي كل زمان لكنني لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه الفتن بنوعيها فتن الشهوات والشبهات كما سأفصل الآن بإذن الله تعالى كزمن الإنترنت والفضائيات لا أعلم زمانا انتشرت وكثرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فتنبر معي أيها الحبيب الكريم وأنت أيها الأخت الفاضلة فوالله الذي لا إله غيره إننا جميعا في أمس الحاجة لمعرفة هذا الموضوع ثم للوقوف على سبيل النجاة في آخر اللقاء بإذن الله تعالى جعلني الله وإياكم جميعا من أهل النجاة أقول موضوع الفتن خطير لسببين الأول لأنه متعلق بالقلوب نعم الفتن لا تعرض على الأبصار ولا على الآذان فقط يعني لا تتصور أنك بمجرد أن تغمض عينيك بعد ساعات طويلة جلست فيها أمام فيلم إباحي أو مسلسل ساقط أو هابط أن الفتنة قد زالت بمجرد أنك أغلقت الجهازة أو أغلقت الموقع الإباحي أو بمجرد أنك قد ابتعدت في حجرة خاصة بك عن مصدر هذه الفتنة لا بل تذهب إلى فراشك وتنام وتغمض عينيك وترى مشاهد الفتنة تتوالى أمام عينيك تترى مع أنك مغمض لعينيك فعلا لكن كل مشهد يتردد وكأنك تراه وأنت مصر بل وترن في أذنيك كلمات الفتنة أيا كان نوعها سواء كانت الفتنة فتنة شهوة أو شبهة سواء قرأت بعينيك أو سمعت بأذنيك أو شاهدت بعينيك لماذا يا إخواني لأن الفتنة تطبع في القلب وتعرض على القلب لا تعرض على البصر والسمع فقط ولا على اللسان اللي يردد اللسان وكلمات الفتنة وفقط بل تعرض على القلب وتطبع في القلب ولو طبعت الفتنة في القلب وتشرب القلب الفتنة شهوة كانت أو شبهة ربما يهلك صاحب هذا القلب ويشقى في الدنيا والآخرة بل قد يضيع دينه وفي ليلة واحدة بين عشية وضحاها قد يبيت مسلمة ويصبح كافرة وسأبين لكم بالدليل الآن وقد يصبح مؤمنة ويبيت كافرة في يوم واحد وفي ليلة واحدة بسبب ماذا بسبب الفتنة تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب الله 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 ما يلش على الأسماع وعلى الأذان تعرض الفتن على القلوب مع أنك ترى الفتنة بعينيك وتسمع الفتنة بأذنيك وتردد كلمات الفتنة بلسانك لكن اسمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب تعرض الحصير عودا عودة يعني إيه يعني فتنة فتنة اليوم فتنة